من صواريخ روسية تضرب الأراضي الأوكرانية إلى صواريخ أشد فتكن تعصف بحال الاقتصاد الأوروبي إذن أوروبا دخلت الحرب دون أسلحة لكنها الخاسرة اليوم في معادلة المواجهة لتبيعات عقوبات فرضتها بمعيات أمريكا على موسكو أهمها عقوبة حضر النفط والغاز بشكل تدريجي لكن النمو الآن مهدد في أوروبا كما أن التضخم بحسب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع بمقدار نقطتين ونصف التقديرات الحالية لما تقول إليه الأحداث المتسارعة ترجح كافة الصعوبات على أوروبا في أسعار الغذاء والطاقة والأمن الرقمي والتجارة الغذاء العنوان الأول دوما إذ قد تدفع أوروبا ضريبة الحرب لأسعار القمح والأسمد المصدرة من روسيا وأوكرانيا سيما بعد شح استيرادها من منطقة النزاع وليس مجرد أزمة إن مكارثة حقيقية في حال لم تجد أوروبا منفذا لتعويض الخسائر أو إيجاد برنامج ضامن لها بالسيطرة على جنون الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية الاستهلاكية خصوصا بالحديث عن تضخم مستمر حتى نهاية العام الجاري وربما يتطور في حال تطورت الحرب الروسية أو استمرت فترة أطول اشتركوا في القناة